تقدمت المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم بالتهنئة لجموع الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام أكدت المشرفة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن قيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة تول اهتماما غير مسبوق بالجانب الحقيقي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة هذا بجانب دعم أليات دمجهم وتمكنهم في المجتمع ومشاركتهم في دفع عجلة التنمية المستدامة